بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين حلقة جديدة مميزة من برنامج روشتة الذي اعتاد أن يقدم ويترح جميع المشكلات التي تهم المجتمع المصري بنحاول نشوف رشدة لكل حاجة نحن بنعاني منها في المجتمع المصري لكل مشكلة موجودة في المجتمع المصري مرضية أو غير مرضية بنحاول أن نبحثها ونشوف حلول عشان أهلنا وعشان بلدنا تتقدم وعشان ولدنا يعني نحاول قدر المستطاع أن نثبت أقدامهم على الأرض ونحاول أن نحن نبني مصر الجديدة مصر العظمى مصر الجميلة النهاردة يعني حديث الساعة الفترة اللي جاية العد التنازلي للسنوية العامة ما فيش بيت في مصر ما فيهوش حد في السنوية العامة حوالي 650 ألف طالب هيؤدوا امتحان السنوية العامة في شهر يوليو القادم خلاص بدأ العد التنازلي شهر لحد الامتحانات وكثير من المخاوف كثير من يعني الإشعاعات وكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع لأهل خايفة لأولاد مرتبكة في حالة من الارتباك عند الكثيرين والنهاردة هنحاول أن نلقي الضوء على كل هذه الأمور وبنستضيف النهاردة الدكتور محمد عبد العزيز وهو أستاذ بجامعة عين شمس في كلية التربية أهلا وسهلا بك دكتور محمد عبد العزيز من ورنة موضوع السنوية العامة يعني تلاطمت أمواج السفينة بتاعت السنوية العامة دي يعني من سنة 2008 أيها من سنة 2008 وسفينة السنوية العامة يعني عمالة من مينة لمينة لشط الشط ولم ترسوا حتى الآن بتحاول الرسوء الآن هي تحاول أن ترسوا الآن يعني السنوية العامة هي مقدمة لإعداد الطالب عشان يخش المرحلة الجامعية المؤهلة لسوء العامة مشاجر كثيرة في يعني امتحانات السنوية العامة هل تبقى على سنة على سنتين تابلت ورقية بابلشيت يعني حاجات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة جدا يعني النهاردة هنحاول أن احنا نتكلم فيها فأنت قلت لي أن أنت عايز الأول يعني تبعث الطمأنينة في نفوس الأهالي وأولياء الأمور طبعا والطلاب فاتفضلوا بعدين نخش نناقش التساؤلات اللي عندنا النهارة والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب بحضراتك أولا أهلا بيك أهلا بيك جدا بحراتك وبالسبع المشاهدين أهلا بيك حارك قلت تعبير جميل أو في الأول طلاطمت أمواجها هي فعلا طلاطمت أمواجها يعني معناها أن احنا في حالة من التوتر في حالة من عدم الاستقرار مع أن الموضوع أبسط من كده بكتير يعني أنا كنت أرى أن الموضوع يعني بعد مسألة أن احنا بنتكلم عن منظومة تعليمية جديدة وتطوير تعليم فكلا بد أن يكون فيه تنسيق أكتر من كده عشان أولاد الأمور وأولادنا يبقوا في حالة هدوء النهاردة زي ما حراك قلت أن البيوت تقريبا كلها يعني نقدر لما نحسبها بنتكلم في 650 ألف طالب إدرا في تلاتة متوسط الأسرة يعني دخلنا في حوالي 20 مليون فدي عملية طبعا مشكلة مزاجعة جدا 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 عدد 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 جير عادي يعني نقدر نقول 20 مليون نص تاريخ من تأداد السكان في مصر كل حد عنده اللي ما عندوش مباشرة يعني بالزبط كده اللي ما عندوش بيته ابن أخوه ابن أخته بالزبط كده كده يعني فبالتالي هم هم ليه حق يتوترون على اعتبار أن احنا بنتكلم في سنة مصيرية ايه التوتر؟ لماذا التوتر؟ كل هذا التوتر بسبب السنوية العامة؟ هو التوتر سبب الأساسي عدم الاستخدار على المنظومة الخاصة بالسنوية العامة احنا بنتكلم في سنة مصيرية يبقى كان لابد من أول السنة الدراسية من أول ما بدأ يتم تطبيق النظام الجديد تبقى فيه وضوح ورؤية واضحة احنا لحد النهاردة النهاردة احنا جايين نتكلم في روشيتة للطلبة لكن أنا كنت أتمنى أن احنا نقدم كمان روشيتة بعاها للقائمين على صلح القرار التعليمي ومارد فانتكلم من نطير هذا الموضوع لأن حالة التوتر دي هي سبب الأساسي اللي بيقود السفيدة بنتكلم عنها طبعا القائمين على الموضوع النهاردة احنا بنتكلم فيه سنة مصيرية يعني كل وليه أمره وكل طالب مهتم بالموضوع يعني هو بيبص المستقبل في القدام هعمل ايه؟ فاحنا دورنا كخيادات تعليمية بقى انا بتكلم على المفروض يتم ان انا ارسم الطريق في مغتضيات المتطلبات العصري من ناحية ومن ناحية التانية انا كطالب اعارف قدرات يعني انا اساعده في تكشف قدراته لكن اللي حاصل النهاردة حالة الضبابية وعدم الوضوح في مسألة الامتحانات يعني اللي بخل الطالب النهاردة متوتر انه هم مش عارف هم تحن ازاي الحاجة التانية طبعا فيه السيد الوزير طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعني له تصريحات يعني وضعه ما هو المشكلة في التصريحات احنا انا كنت اتمنى طبعا يطلع فيه مؤتمر صحفي محدد ونتكلم على النظام الامتحان احنا خلاص قدامنا شهر تمام فالطالب برضو محتاج انا لما بكون داخل مسابقة السماعي العمدي زي المارسون انا محتاج الاول ابقى اعارف المعايير اللي انا على ساحة هاتم بتقييمي فانا هعمل امتحان شكله ايه هل هيبقى الامتحان الالكتروني هل هيبقى مختلط ما بين الالكتروني وما بين النظام البابلشيت اللي قال علي دوتور ترشيو اخيرا طب يعني فاله هو هيبقى يعني ما بين الاتنين يعني هو المعلوماتي انه هو هيبقى هو اخر تصريعي قالك ان احنا في مدارس هيبقى الامتحان فيها الالكتروني بحت من خلال التابلت وفي مدارس تانية اللي احنا شكين انه ممكن يحصل مشكلة اثناء الامتحان الالكتروني هنسلم الطالب نفس الامتحان ورقي وهنسلمه معاه يعني بقى الامتحان موجود في ورقة في الاسئلة وبعدين في معاه زي ورقة يعني بعض المدارس بعض المدارس دي بيتم اختيارها على اي اساس ما دي بقى دي رجعة للوزارة هي اللي بتحدد بتحدد المدارس وعيانة الامتحان كله الالكتروني هو الامتحانات التجربية اللي تمت من فترة الاخيرة اللي لسه منتهية كان الهدف منها اختبار السيستم وطبعا الكلام ده مش اول سنة يعني احنا بقى انه النهاردة 3 سنين بيتم اختبار السيستم واضرب كل سنة في اتنين لكل سنة اولى يعني الموضوع تجرب كتير والثبت في النهاية ان السيستم فيه مشكلة وبيسقط ما بيكتملش ووي الى ذلك فالأخراس نعملها من خلال السيرفرات اللي موجود داخل المدارس يعني الحركة لو انت عندك في البيت فيه عندك انترنت ففيه انت عندك فيه ريسيفر بيستقبل مثلا او عندك اللي هو المودم اللي انت جايبه بيستقبل في حاجة زي كده موجودة في المدارس بحسن من خلال المودم ده هو بيتم الاتصال ما بين الطالب عن طريق التابليب بتاعه بين الجهاز اللي هو يسجع عليه بالزبط كذا يعني لو مدرسة متوفر فيها الامكانيات بس متوفر فيها الامكانيات ويتأكد مية في المية ان هتشتغل معاه لانه من خلال التجربة برضو لما تعاملت داخل المدارس خارج السيستم بقى بالنظام المودم اللي قلت تحرك عليه برضو فيه بعض التابليس حصل فيها مشكلة يعني فيه طلبة الامتحان ما فتحش معهم من اول امتحان وانتعلم في امتحان اللي هو الكتروني امتحان وقتي يعني انا جست ان انا بدأت الامتحان بخلص فيه توقيت محدد فممكن الطالب يفتح معاه الامتحان في اخر وقت فبالتالي ملحقش يبعت الايجاب يعني مشاكل من هذا الطويل فهم الكلام اللي خرج عن تصريح دكتورة شاوئي ان انا يعني هعمل خليب بين الاتنين وانا اللي انا شايفه اعتقد ذلك يعني انا اقول ده اعتقاد انه هو هيتم هذا الكلام على مستوى الجمهورية كلها اللي برضو للقلق من مسألة ان ممكن السيستم بتاع المدارس الداخل يقع ده اعتقاد ودي نصيحة برضو ده نصيحة برضو نصيحة برضو يعني انا بقول حركة يا روشيتة ليهم بقى يعني برضو للامان لان النهاردة لو في طالب ما فتحش معاه السيستم الداخلي هتبقى مشكلة طبع هتبقى مشكلة يعني لو طالب واحد بنتكلم في 650 الف او اكتر لو طالب واحد ما فتحش معاه السيستم الالكتروني ده بقى في مشكلة هحلها ازاي السنوات اللي فاتت كان بيحلها ازاي بقول لك خلاص احنا اعتبرناك ناجح هي كانت مجرد تجربة هي تجربة اه لكن السنة دي دي سنة مصيرية هتعمل فيها ايه هتمتحن الطالب تاني لكن انا انا عندي ثقة في القيادة السياسية انا اسف حاضرتك انا بس عايزة اكمل الجملة دي مهتمة اه كمل الجملة اه يعني انا عندي ثقة عشان اطمل الاولاد انا عندي ثقة ان القيادة السياسية وقت ما هتلاقي الموضوع فيه مشكلة اعتقد ان هيبقى عنده الحل اكيد طبعا يا فن معنا اتصال الستاذ مصطفى من القيارة استاذ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام انا واستاذ مصطفى اه محلش عليه التابلت كويس هو عشان كده هو التصريح الاخير قالك انا هسلمه الاثنين هسلمه الورقي وهسلمه يعني يشتغل على التابلت ويشتغل على الورقي لو ده أفل معاه ده في بعض المدارس ما هو ده الكلام ما هنبقل الحراريك هو المشكلة أن فيه غموط في التصريحات احنا أنا أتمنى من الدكتورة الشوي أنه هو الإسبوع ده يقرر بالضبط هيعمل إيه يا إما هعملوا بابلشيت يا إما هعملوا عن طريق التابلت ولو أنه دي فيها مخاطرة يعني على التابلت فيها مخاطرة أن فعلا ممكن أنه ممكن سيرفرات تسألت في بعض المدارس طبعا حتى ما هو ده اللحصة في التجربة يعني إحنا لازم برضو نتكلم يعني بواقع أي بالضبط كده يعني إحنا لازم نعترف أنه يعني المستوى جودة السيرفرات والإنترنت مش واحد في كل مناطق الجمهورية ما هوش بنفس الكفاءة في نفس كل مناطق الجمهورية أكيد فيه محافظة من المحافظات النت فيها مش هيبقى قوي ده بالنسبة حركة للسيستم لا اللي هو السيستم العام اللي بيفتح عن طريق الوزارة ده محتاج نت لكن الدخلي ده بيعتمد على أن حاجة زي المدم حاجة زي المدم موجودة داخل المدرس داخل المدرس بس برضو بيحصل فيها مشاكل يعني الاختبار التجريبي اللي اتعامل ده ثبت أن فيه بعض ما حصل فيها مشكلة عرض من أنه استعمل السيستم الداخلي فأنا يعني إذن هنا هتبقى مخاطرة هم بيتكلم مع السماء عاما مخاطرة لو استخدم بس التابلت بالضبط فأنا شايف أنه هو يعني نستقر يا إما ورقي يا إما تابلت والأفضل أنا شايف الأفضل أنه يبقى ورقي لكن المعلومات المتاحة الآن ما فيش حاجة يعني المعلومات المتاحة أنا كل يوم بسمع حاجة يعني كل يوم بسمع تصريح غير التاني بس أنا بقول له حراكة الرشدة بقى اللي بنقدمها احنا قلنا قبل ما هنقدم للطلبة هنقدم للدكتورة شوئية يعني يا ريت أن احنا عشان عملية الأمان احنا بنتكلم في امتحان امتحان لهم وصفات لازم أضمن أولاً أن جميع الطلبة يبقى قدامهم فرصة جميعاً في وقت واحد أنهم يطلقوا الامتحان في نفس الوقت لو طالب واحد في اللجنة حصل معاً المشكلة ديت هتعمل الطرف في اللجنة كلها ده بقى فبالتالي لازم أعمل امتحان ورقي لكن طبعاً فيه هنا حاجة برضو أنا عايز أشير إليها الامتحان الورقي بنظام الأسئلة الموضوعية فيه مخاطرة كبيرة جداً مش بس مسألة أن أنا كده ضمانت أن كل طالب الورقي اللي هو البابلشيت بالضبط كده اللي هو صح وغلق المساح وغلق بيبقى اختيار اختيار متعدد اختيار متعدد يعني أنت بتدينه سؤال بتدينه multiple choice اختيارات بيختار منها قلب به جمدال وهي كذا أنا شايف اللي دي برضو فيها مشكلة الامتحان يعني أنا يعني ما فيش أي نظام تعليمي على مستوى العالم اللي هو بيطبق فيه النظام الامتحان الإلكتروني إلا معه برضو أسئلة من نوعية أخرى هو أصلي الاختيار ده صح وغلط والاختيار لكن فين الأسئلة الموضوعية فين اللي هي بتنمي اللي هي أسئلة المقال حركة أصليك أسئلة المقال فين هي ما هي دي مشكلة برضو دي مشكلة يعني في جميع المقررات يعني الدكتور طارق من أول ما جاء قالك أنا بطور التعليم بناء على إن أنا بحاول يعني أتكشف القدرات العقلية العليا يعني التحليل التركيب طبع الحاجات دي موجودة في كل أنواع الأسئلة يعني أنا مش شايف أن أنا عشان خاطر ألغي مسألة التصحيح اللي هي البشري أعمل امتحان بهذا الشكل مشكلة تانية دي يا دكتور طبعا مشكلة التصحيح دي وهو ما يترتب عليها من تصرفات مالية يعني بيبقى فيه الناس بتصحح وبتاخد فلوس والفلوس دي يعني ميزانيات بتبقى معتمدة للتصحيح طب ده هيحصل فيه إيه معهمة لذلك من دلوقتي والناس المدرسين بيبقوا مستنين لا غير دي يا حضرتك يعني قصة برضو يعني خلينا نتكلم في منظومة الامتحان ذات نفسها فرد اندهار ده انت مفيش كنترول يتعامل لسه بحيث النوع يعني الكنترول اللي هو هيتعمل عشان تصحيح امتحان اللي هو الاختبار الموضوعي اللي هو المالطي بتشويز اللي هو قلنا عليه اختبار متعدد ده أولا هو اعتمد على إن العامل الشخصي بتاع التصحيح مش موجود خلاص أنا بشتغل بنظام الاسكانينج الاسكانر أنا بجيب الورقة بتاعة الطالب اللي هو جاوب فيها البابلشيت دي يعني بقول له مثلا سؤال رقم واحد اجابته به رقم اتنين اجابته دال وهكذا فبحط دي أنا بكون مغزي الكمبيوتر بتاعي والاسكانر بالموديل أنصر بالإجابة النموذجية بعمل مسح بيها خلاص كده ما فيش أي عامل بشري داخل في الموضوع لكن في مشكلة هنا المشكلة جوه لاجت الامتحان النهاردة الامتحان ده في مطال خطورة يعني حتى لو وديت الأسئلة لو 30 سؤال أو 40 سؤال وديت لكل سؤال طايم محدد هفترض الامتحان وديته ساعة وديت للطالب 60 دقيقة يبقى 60 دقيقة ب60 سؤال بسهولة جدا جدا لو فيه عملية غش هيتحصل غش أسهل بكتير من الاختبار المقالة لا طبعا الاختبار المقالة بيبقى فيه كثير فيه كلام وما فيه شخصيتين زي بعض يعني بيبقى فهنا أنا بقول لابد أنا أفتكر أنه يعني مسألة عدم وجود تسريحات يعني واضحة بخصوص هذا الموضوع يعني الغرض منها إيه الغرض منها إن إحنا بنحافظ على سرية شكل الامتحان عشان نقاوم موضوع الغش مثلا تفكر أنه هو لا أصلا لا أنا بخرج أو أصلا أنا دلوقتي أنا حق الطالب علي حقه علي أن يعرف هو يمتحن بأي طريقة هل هي يمتحن طبعا أنا ما بتدلوش الامتحان أنا بتدلوه الآلية بتاعت الامتحان هو هيخش اللجنة نعم طبعا ما انت بتدلوش الامتحان انت شكل الامتحان ازاي بالضبط أنا همتحنك السنة دي أنا همتحنك إلكتروني أنا همتحنك ورقي بالضبط أبقى عارف همتحنك الاتنين أبقى عارف برضو فهي دي الجزء اللي عاملة توطر عند الطلبة ده جزء مهم ده أضف إلى ذلك بقى نوعية الأسئلة الطلبة ما تدربوش عليها يعني أنا حضرتك لا ما فيه امتحان تجريبي كان من فترة امتحان التجريبي كان الهدف منه بس إن أنا بختبر النظام الإلكتروني مش نظام مش أسئلة الامتحان للأسئلة مش تتكرر طبيعاً مش هتتكرر وبعدين فيه نقطة كمان خطيرة جداً بس إحنا في الأول كده كل كلام ده موجه للقائمين على وضع الامتحانات قبل ما نتكلم على الطلبة تعمل إيه فيه نقطة كمان خطيرة جداً أنا لما باجعمل امتحان اختبار موضوعي اللي هو اختيار متعدد أو مي اللي هو اختيار متعدد ده اللي هي استقر عليه مش صح وغلط وكلام زي كده طيب لو أنا عملت هذا النظام من الامتحان لجابات متعددة المفروض أنا عندي 650 ألف طالب يبقى عندي 650 ألف امتحان مختلفين طبعاً طبعاً كل طالب طبعاً على أي أساس؟ فدي بتتطلب طبعاً على أي أساس؟ على أساس أن أنا أنا لما بحط الامتحان أحط الكل طالب الامتحان أريد تاني ممكن يقول لك لا ده انت جالك سهل وأنا جالي صعب دي نقطة احنا اتكلمنا فيها في الأول خالص إن مسألة استخدام الامتحان بهذه الطريقة محتاج يكون في عندي بنك أسئلة ضخمة جداً بنك الأسئلة ياخد فترة طويلة ومفيش بنك أسئلة موجود وزارة كبير لا فيه بس مش هيغطي مش هيغطي هذا الكم هل يغطي بقى هو ده السؤال دي بقى دي برضو بنوجيهها لأنه هو لو عملنا هنعمل كم نموذج نموذج يعني اللي كان حاصل قبل كده في نظام البوكلتز كان بيعمل الامتحان أربع نمازج ألفوا به وجيموا دا المسأل هو نفس الامتحان بس أنا بغير ترتيب الأسئلة يعني أنا دلوقتي كطالب رقم واحد جايي للسؤال رقم واحد هو رقم أربعة عند الطالب الثاني بس برضو دي مش ده مش سيكيوريتي في الامتحان برضو بالذات في حالة الامتحان الموضوعي ما تدنيش معامل أمان عالي لأن اختبار الموضوعي قبل كده البوكلت كان امتحان فيه يعني متنوع شوية أسئلة موضوعية شوية أسئلة مقال يعني بيقيس أشياء مختلفة يعني امتحان معياري لكن مسألة أنها اعتمد على الاختار المتعدد بس دي مسألة خطيرة جدا لو حصل أي نوع من التسريب إحنا حضرتك يعني هل تقوله أنه هو امتحان واحد ده موضوع التسريب ده نجال حضرتك هل يعني بعض أولياء الأمور طلبه بإلغاء الامتحانات الإلكترونية خوفا من مسألة الغش حضرتك أصرت هذا الموضوع موضوع التسريب وموضوع الغش الإلكتروني يعني دلوقتي مع تقدم التكنولوجيا يعني ده دي أنا بنقل لحضرتك بعض المخاوف الأهالي وأولياء الأمور من هذا الموضوع اللي هو يعني مع تقدم التكنولوجيا وظهور يعني العديد من التطبيقات التي من الممكن أن يعني وصلت أنهم بيحملوها على التابلت اللي وزارة التربية والتعليم مسلمة للطالب بيحمل هذا البحامي وفي حاجات أخطر رسليني نفعش نقولها طبعا في حاجات في حاجات ما نفعش نقولها ده برضو بيخليني الناس الآن طيب يعني الناس هبغش وولادنا وولادنا اللي ذكروا تعبوا طول السنة بالظبط وأخذوا دروس خصصية بقد كده يعني وطروا البيت لمدة سيزن كامل سيزن سنوية العامة بيبقى البيت اللي فيه سنوية عامة بيبقى فيه حالة من الطوارئ بيبقى فيه حالة آه ده فيه حد في السنوية العامة ليه مصروف معين كل شهر للدروس الخصصية أزمن التي للأسف لازالت هي الوسيلة الوحيدة لا دي زادت وزادت جدا دي زادت يا فندم زادت جدا عشان تعوض الطالب عن عدم حضوره في المدرسة ده كمان عشان انت عارف حركة ان المراكز لما تم تديق الخناء على المراكز أنا يعني أنا مع قرار ان المراكز ستقفل وحتى لو هنفتح يعني ده كلام تاني بانا اتكلم فيه في وقت تاني لكن دي مع التوتر اللي عايشين في الطلبة مع مسألة ان انا هعمل لك امتحاني اس قدرات العقلية المثال دي كلها عملت سترس على الطالب وعلى وليه الأمر فاضطر ان هو ياخد درس في البيت او ياخد درس في مركز كده مستخبئ او 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 بيروحوش دلوقتي المدرسين بيروحو لهم البيت لو بيروحوا برضو فيه اماكن مفتوحة برضو بس يعني في الدراء كده هذه برضو رفعت الاسعار فعملت ضغط على وليه الأمر فعملت ضغط اقتصادي فما يجيش طبعا وليه الأمر يقولك في آخر السنة أنا ابني اللي زاكر وتعب وصرفت عليه تساوى مع لا فالمسألة لا محتاجة احنا لسه قدامنا فرصة قدامنا شهر اتمنى يعني اخر بقى حاجة في الرشتة عشان نتكلم عن الطلبة بقى اتمنى ان في الرشتة اللي حضرتك كنت بتقدمها للقائمين اه يعني على المسألة بالتعليم اه اتمنى ان هم ياخدوا الكلام بتاعه ده بعين الاعتبر يعني المسألة فعلا المسألة فيها نوع من المخاطرة لو تمت بهذا الشكل والله اذا كنت ضامن انك انت هتعمل هتأمل الامتحانات بالشكل اللي حرارة بتتكلم عنه وشايف كده خلاص يبقى خرق قرار حضرتك بس انا متأكد 100% بقول لحرارةكم بأأمن بقول للطلبة تأكدوا ان لو حصل اي حاجة من المخاوف لك القادة السياسية تاخد قرار في وقتها لا يفضل طبعا احنا متأكدين ان الدولة الدولة المصرية يعني والسيد وزير التعليم ايضا وهو يعني وزير مؤثر جدا في الحكومة المصرية انه هو لن يسمح بحدوث اي خلل في هذه القصة والدولة بتولي التعليم اهتمام غير عادي هذه الايام لان طبعا التعليم ده ركيزة التنمية احنا عايزين حركة جراءات احنا مش بننتقد لا 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 احنا بنحاول لا بنوجه بس او بنقول رؤيتنا اه احنا بنقول رؤيتنا رؤية عفى ان حضرتك يعني احنا نساعد بالزبط بالزبط كده او الناس نخفف هذا الضغط اه احنا محتاجين اجراءات على ارض الواقع تضمن فعلا سلامة العملية المتحنية انت بتطلب ايه من الدكتور طريق شوق يطلع مفروض في الشهر انا اتمنى انه المشكور ان يطلع يقول اه في وقته قريب جدا يعني في وقته قريب جدا بعد ما تستقر الامور عنده في الوزارة ويبقى عارب بالزبط السلسل انت حان يبقى عامل ازاي يطلع الطلب يطمنهم ما يبقاش يعني انا مش عايز على الفيسبوك لا انا عايزه في مؤتمر صحف يطلع يقول هذا الكلام وياريت يكون في المؤتمر الصحف ده يحضروا بعض دولة الامور وبعض الخبراء في التعليم برضو لازم يسمع مننا لان ربما يكون في جزئية معينة ممكن يعني محتاجة توضيح فتنوري الطريق اكتر طيب عشان نبقى سلامة الاجراءات بس احنا كده يعني حضرتك كده وتوجهت للدكتور طريق شوقي بهذه النصيحة لكن انا عايز اعرف من سنة 2008 لحد 2021 سؤال يعني يتبادر لزهني كمواطن مصري ويتبادر لازيان الكثير من المصريون يعني هل مسألة السنوية العامة بهذه المسألة دي مشكلة بهذه الضخامة لدرجة ان احنا من 2008 لحد 2021 مش عارفين نجد حل لشكل السنوية العامة هو اصل السنوية العامة احنا بقولها سنوية مصرية تمام ودي اللي بتحدد مستقبل الطالب واللي بيرسم الطريق بعد كده اللي الطالب فيها بعد هو دخول الجامعة لو انت عند حركة البدائل عندك بدائل اخرى خلص يعني حركة انا لم يكون فيه قدامي سلعة راح اشتريها من مكان معين لو السلعة مش متوفرة غير في المكان ده خلاص انا مضطر اعمل اي حاجة لكن لو هي متوفرة في اماكن اخرى اكيد انا عند البدائل ده اللي بتكلم فيه لازم نفتح الباب قدام انواع اخرى من التعليم طيب بحيث اضمن مستقبل الطالب وزير التربية والتعليم اسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اه انا كنت من اول الناس اللي اتكلمت عن موضوع التعليم الفني واهمياته للمجتمع المصري اه لكن المسألة ملهاش علاقة بوجود هذا النوع من التعليم المسألة لها علاقة بعقليات اولياء الامور والطلبة اه انه اللي يخش تعليم فني دبلومي يعني ياخد دبلوم ده ما اتعلمش هو حرك هو كله بيتصارع سواء في التعليم الحقومي او التعليم الخاص عشان ياخد السنوية العامة عشان يخش الجامعة اه حتى لو مش هيشتغل بها بيبقى شكل اجتماعي مكمل للوجهة الاجتماعية طيب نعمل فلاش بك كده طيب نعمل فلاش بك نرجع كده فضل بتاريخنا للستينات فضل كان فيه عندنا تعليم فني على اعلى مستوى كان عندك فيه القطاع العام بيستوعب الخرجين بتعطي تعليم الفني المدارسة الصناعية ذات نفسها كان الطالب بيتعلم فيها النهاردة خريج التعليم الفني ما بيتعلمش حاجة طيب بالتالي هو مش مسألة توجه اجتماعي او نظرة مجتمعية متدنية للتعليم الفني لا هو عارف انه لو داخل تعليم فني مش هيتعلم حاجة يبقى على الاقل ما فيها اخش الجامعة واحصل على شهادة وقول انه خريج جامعة انت عارف حركة جات تيجي النظرية ازاي طبعا ده بالاضافة ان النظرة المجتمعية برضو للتعليم اللي هو الفني لا طبعا هي نظرة دولية سببها الاساسة بقوله حركة جدا لكن النهاردة احنا نهاردة لو سألنا اي شاب متخرج من الجامعة وقولت له انت نفسك في ايه انت تعلمت ايه او تعلمت ايه او نفسك في ايه هيقول لك انا عايز اشتغل اه انا عايز اشتغل اه لانه هو دخل في مجال يعني النهاردة فيه كليات وفيه تخصصات الطالب بيخشها للحصول على شهادة بس بيتخرج ما فيش حاجة لكن ده لو انت خدته من اول مكان في اعدادية ودخلته تعليم فني فعلا يقدر يتكشف قدراته ويقدر يوجهه ويبقى له ايد في التنمية ويقدر يحصل على عمل هو مش عازجر كده هو مش عازجر كده فهو في الوقت ده اقدر اقول ان بوعب عسما العام خلاص انتهى لما توجد لي طريق اخر بس توجد لي طريق اخر في دوق انكانيات الطالب مجيش انا يعني النهاردة لما اجيه اطول التعليم الفني واجيه بمدارس من الخارج الطالب يدفع فيها في السنة عشرين وخمسة وعشرين ألف وثلاثين ألف لا مش حاضر على كده ده القدرة المالية الكثير من الاسر المصرية اذا بالتالي ما عنديش اي امل غير ان خوش في الديلمة بتاع السوال العامة بقى وكمل فيها واتزيد التوتر لا لازم يكون حل المشكلة حل برنامج يعني حط برنامج متكامل لحل المشكلة لكن هقول انها يعرج المشكلة من السوال العامة اممكن واحد يكون مريض نحن نتكلم فرشيت ممكن يكون واحد مريض رايح بأعراض معينة ويكون السبب حاجة برسيدة جدا ما يتكشفاش إلا واحد متخصص وفاهم وبيعالج المشكلة زي ده اللي بتكلم فيه عنه يعني القائمين على سفينة التنوية العامة السياسة التعليمية وعلى السياسة التعليمية في مصر أليش رجال تربيع وتعليم مفترض أنهم من التراز الأول وذو خبرة كبيرة يعني احنا مصر يليها خبرة كبيرة بص حرك الجميع له كل التقدير والإحترام نحن بنتكلم في رؤية محددة يعني حريب تسألني السؤال ايه السبب فيه المسألة اللي بقول لحرك الأسباب مش أسباب مجتمعية بس أسباب مجتمعية وأسباب أنك أنت ما عندكش طريق آخر ما عندكش بديل ما عندكش البديل لو عندك البديل خلاص لا بس موجود في المجتمع موجود في الدولة فيه مدارس تعليم الفني في صناعة السيارات وفي كذا حاجة يعني فيه وفي مدرسة زراعية خلينا بص حرك خلينا بقاقعين متاح وموجود خلينا بقاقعين موجودة لكن فعالية هذا التعليم يعني أنا بنتكلم فيه فعالية يعني لما الطالب يطلع من الصناعية من الإعلامية ويخش التعليم الفني التجاري سواء التجاري أو الزراعي أو الصناعي هو فعلا بيتعلم حاجة بالضبط ده بتكلم فيه ده اللي بتكلم فيه يعني هي النقطة دي بقى يعني جود لي التعليم الفني جوده مش هجوده معناها أن أنا أستورد مدارس غالية وأقول للطالب اللي مقتدر يخشه لا هي مش كده يبقى كده أنا كده ما جودتش هو الشطارة أن أنا حل المشكلة المجتمعية بتاعتي في ضوء إمكانيات المجتمعية إزاي بقى دي محتاج برنامج تعليمي السياسة التعليمي ليس تضاير لا في الوقت ينصدقني يعني بقول الحركة لو رجعنا للستينات إحنا كيف فيه عندنا تعليم فني على أعلى مستوى لما جينا في السبعينات كان فيه تعليم فني كانوا بيتعينوا وكان بيكمل كان فيه اللي هو المؤهل فوق المتوسط اللي هو كان سنتين كانت معاهد فنية لما جينا في السبعينات والثمانينات حولنا المعاهد الفنية دي إلى كليات تعليم فني بقيت منافسة للهندسة لا بقى عندي فيه يعني بقيت المشكلة متراكمة لا هو كان الشخص الطالب لما بيخش من إعدادي ويتجدعا ويجيب مجموع كويس ويعني يكمل أو حتى من سميمة عامة ويخش التعليم اللي هو الفوق المتوسط ده ويخد سنتين وبيطلع فني ماهر جدا وبيلاقي شغله كانت المشكلة تحلت لكن النهاردة انت قفل الباب تحولت لمواهل عالي يعني محلش حاجة وأصبح فيه ضغط على الجماعات انت عندك النهاردة الضغط على الجماعات ده بيقلل برضو من الجودة انت بدلا ما بتتعامل مثلا جوه الورش أو كده مع عشر طلاب أو عشرين أو تلاتين تعامل مع ألاف هتعامل عامل ازاي عموما موضوع التعليم الفني ده موضوع يستحق حلقة يعني نتكلم فيها عن أهمية التعليم الفني لمجتمع بيبني نفسه لذا لا يبني نفسه بلد بتحاول تبني نفسها بالضبط والتعليم الفني ده مطلوب جدا جدا احنا شايفين المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المشروعات دي ما محتاجة فنيين كتير جدا يعني مؤهلين فنيين وفي الكهرباء وفي الميكانيكا وفي العديد من التخصصات المشروعات دي الدولة هتنفسها بعمالة مدربة متعلمة هتقلل تكلفة بالضبط وهتختصر الوقت والمسافة وهتنجز بجودة عالية وهتدي أمل لأولاد دول وتفتح ما طبعا تنعش الاقتصاد هتديهم أمل جالد يعني اه اه فاحنا يعني ان شاء الله بنسأل القناة المحترمة الصحة والجمال واسرة الاعداد بتاعت البرنامج انها تخصص حلقة عن التعليم الفني لكن النهاردة احنا بنتكلم في العفريت بعدها تخرجنا بقى بالرشدة اللي هنقدمها لله اه اه انا عايز اشوف عندي يعني مخاوف لما اتكلمت الناس كلمتني كتير في مسألة المخاوف من ظاهرة الغش الالكتروني اه طبعا ايه بقى يعني الحاجات او مظاهر الغش الالكتروني المتوقعة في هذا الامر لا بلاش نقوله متوقعة عشان ما تبقاش برشامة ليهم يعني او اللي حصل مثلا لا هو حصل لا هو حصل المهم احنا يهمل لا بالعكس لما نقول ده موجود احنا بنقول للسادة المسؤولين ان ده موجود فعلا في المجتمع يعني في حضرتك مواقع بطلعت يعني قلت افتكر الموقع اللي هو كان اسمه شاومن بقى فيه الف شاومنج دلوقتي يعني دلوقتي بقى فيه تطبيقات زي ما قلت الحضرتك بتطبق على بتحطي على التابلت يعني فاحنا بنقول للسادة المتقائمين على وزارة التربية والتعليم ان ده موجود هو ده الخوف هو هم عارفين على فكرة يعني احنا مصر دولة كديرة وفيها اجهزة معلومات عندها اجهزة معلومات وعندها درسة واكيد وعية بكل هذا الكلام فاحنا احنا دلوقتي القرار في ايه الدولتر شوي بنقول له الكلام اللي احنا قلناه مش نعوده تاني يعني اتمنى انه يخرج علينا في مؤتمر صحفي قريب جدا في قارب وقت ممكن ويعني احنا مش مطالبين من مطالبوش انه ما يقول اسرار اللي هيعملو لكن يوضح الصورة للأولاد السيستم اه يوضح الصورة للأولاد ويقول لنا بالزبط معدد عملية الامان هتبقى ازاي هتقال احنا عندك كم لجنة حرق متخيل فوق عن ستة وخمسين الف لجنة على مستقل جمهورية عملية السيطرة على ستة وخمسين الف لجنة بتمتحن امتحان الالكتروني اختيار ممتعدد بتمتحان ورقي اعتقد ان هي عملية يعني لا محتاجة نظرة كويتس بيحتاج عدد نظر امتحان ورق اللي احنا مش نعارفين هيبقي ولا والالكتروني احنا مش عارفين لحد دلوقتي لا ما هو هو الكلام اللي تقال لحد آخر من يومين فاته إنه هو هيبقى مزيج من الاتنين بمعنى إن أنا هدر الطالب عام هو مع التابلت وهسلمه كمان الورقة بتاعة الامتحان اللي هو الورقي اللي على التابلت يعمل الامتحان على التابلت وبعدين يعمل إذا وقف معاه الامتحان على التابلت طبعا ده برضو ما هو ده تشتيت برضو ده تشتيت للطالب يعني برضو يعني استوقفتني الجملة دي يا دكتور ده تشتيت للطالب إذا وقف معاه الامتحان على التابلت آه يحلوا في لقات كتير لازم تدرس لان لو تلع في النهاية ان الامتحان الاكتروني ده عليك ويشا مارك عليها باستفهام لازم ترجع مرة تانية لنظام التصيح البشري تبالتالي انا مضطر اعمل كنترول هعمله امتى ده انا قدامي بالزاب دلوقتي شهر على الامتحان لازم الحاجات دي كلها تكون موجودة في دايرة كده مبروزها لصناع القرار التعليمي يبصوا الكل عشان برضو نزيل التوطر مع الطلبة فقط يعني ما هو انت حضايك بتقول فيه تابلت وفيه امتحان ورقي لو التابلت وقف هيعمل الامتحان ورقي اه بالزبط طب مين اللي هيساحله الامتحان ده لا تصحي الامتحان ورقي ما هو بيعمل هو مش بيكتب بيده اه هو حرك هو البابلشيت نظامه ايه لا البابلشيت عباره عن ايه هو بيديوه للمتحان اه يعني اسئلة احنا بس منوضح للسادة المشاهدين عشان اسئلة وبيديك ورقة زي مراية كده مكتوب جنبها مثل سؤال رقم اه واحد هتختار الف ولا بيه ولا جيم ولا ده فالطالب بيروح جاي مظللها انا عايز به لا انا عايز جيم فديش رسط ان هي الجمعت بتروح هناك في الكنترول ممكن واحد بس يقوم بالعملية كلها يدخلها على الاسكانر بيقراها بيطلع النتيجة لكن هي المشكلة في ايه المشكلة انا انا عايز اخلي طالب وهو داخل يبقى نفسيته مرتاحة يبقى داخل عارف وهو يمتحن ازاي خلاص امتحن ورقي بقى اه اكيد سيد وزير التربية اه هتمتحن ورقي هتمتحن ورقي مش عشان خاطر انا اقمن مسألة التابلت هتطر امتحن ورقي اه عنده مخاوف من التسريبات من التسريب ومن الغش الالكتروني هو في الحالتين في مشكلة في الحالتين ممكن يحصل عملية غشة على فكرة احنا انا مش بنقل من المسألة احنا بنقول الواقع اللي احنا متخيلينه انا بتتكلم في امتحان اختيار من متعدد الاختبار ده عملية الغش فيه عالية جدا يعني دي حتى احنا بدي رسال الطالبة عندنا في كل التربية لهم ان الاختبار اللي هو الموضوعي ده بيبقى فيه نسبة الغشة عالية جدا لو فيه مشكلة في اللجنة يعني لو اللجنة اوت اوف كنترول مش متحكم فيها خلاص هيقول لك طب ما انا هرتب الاسئلة يعني الطالب الاولاني معاه الاختيارات بدل ما هي الف لا هخليها دال طب ما هو نفس الموضوع ما نفس المادة التعليمية نفس السؤال يعني لا انا مش عايز اوضح بس يعني انا مش عايز اوضح اكتر من كده عشان ما بقولش لكن انا بقول ان دي يعني رسالة رسالة مشفرة لدكتور شوقي لا ياريت نلحق بسرعة خليل اسبوع ده ناخد قرار اه يا ام ده يا ام ده عشان ما يحصلش لا مش يا ام ده وام ده كمان اه الاختبار الموضوعي الاختراب المتعدد لا لازم تحط لي فيه اسئلة مقال لازم اسئلة مقال طبعا حط لي انواع الاسئلة الاخرى عشان تقيس الطالب كويس يعني السؤال المقالي انا اسف يا دكتور محمد اه يعني يعني هل تفتكر انه امتحان بقي عليه شهر امتحان بحجم امتحان السنوية العامة هل ممكن يلحق يعدل فيه والله يبقى دي وص حضرتك قال ممكن يعني انا اظن انه الوزارة التربية والتعليم قريدي عملت الترتيبات بتاعتها وقريدي مجهزة كل حاجة ما هو حركة الكلام ده احنا قلنا من الاول خالص قلنا من الاول خالص من اول ما تم طرح الافكار دي قلنا ان الموضوع ده فيه واحد يعني نفس الكلام اللي فيه دراه رضا اتكلمنا فيه من 3 سنين فاته هي نفس الموضوع وصلنا لنفس النتيجة فدي بقى هي هم يحلوه بطريقتهم يعني المهم احنا مش عايزين نصطدم يوم الامتحان بمشكلة انا زي اقول له حريكو بأكد على كلامي ان لو حصل مشكلة هتؤثر على مصطوى الطلاب انا طبعا عندي يعني ثقة كاملة انها هيتاخد القرار المناسب في وقت المناسب اكيد ده حاجة اه لكن مش عايزين برضو مش عايزين نضطر لحاجات يعني نضطر لتأجيل يعني هتبقى فيه حاجات ما ينفعش نتكلم فيها طيب بما انك اثرت موضوع الغش والحاجات دي هو مش اللجان امتحان السماء العامة دي حتى لو تم الامتحان الالكتروني اللي انا فهمه انه طالما فيه امتحان الالكتروني يبقى لازم يكون فيه اجهزة شوشرة مثلا داخل اللجان تقدر تمنع اي اتصال مع اي شبكة خارجية داخل والله هو ده مكلف جدا على فكرة هل ده موجود هو اتعامل السماء اللي فاتت في بعض اللجان واتعامل ايام السماء العامة عن نظام القديم ايام المكلف اتعامل برضو هزا الكلام وكان وكانت التسريبات قليلة جدا يعني كان بيحصل الكلام ده في حالات فردية مش كتير ونجحت عملية التأمين يعني موجود عندنا النظام نجح التأمين لكن بقوله حركة نجح التأمين في ايه ان انت بتتكلم على امتحان فيه انواع مختلفة من الاسئلة حتى بتديش فرصة للطالب ان يغش زي التاني لكن امتحان اختبار موضوعي فيه اختيار من متعدد سهل جدا عملية الغش فيه فمتال خطورة لانه هو مجرد طالب يقوله قالب به جيم ده الخلصة الموضوع انتهى فدي مشكلة يعني لازم يكون فيه نظر الموضوع ده انا ببروز المشكلة هو وازاي نتغلب عليها يعني لازم لنوع نوعية لازم فيه تنوع في الاسئلة لازم يكون فيه اسئلة مقال حضرتك لو دخلت فيه النظام التعليمي الاجنبي اللي احنا بنحاول يعني نعمل زيه سواء كان في الاي جي او الامريكا او ماذا ذلك لا فيه امتحان باسئلة متنوعة ده لازم ده لازم الطالب بيكتب على التابلت بيكتب بخط ايدي وبيرسموا كل حاجة احنا جينا خدنا حاجة واحدة بس ما ينفعش كده حتى يبقى انا ما قيمتش الطالب صح الاسئلة المقال ده عشان نوضح للسادة المشاهدين بتنمي ايه عند الطالب لا ده فيها كل حاجة بص حركة فيها التحليل فيها التركيب فيها التقويم فيها اكتر من يعني دي حاجة حتى بنسميها الجانب الحرك السلوكي ده موجود الجانب الحرك المهاري موجود الكلام ده فانا لما امنع سؤال المقال واعتمد في النهاية على السؤال اللي هو المالتي بتشويز اللي اختم متعدد يبقى انا كده انت فيت جزء من من مسألة التقويم فيها مشكلة اشكرك يا دكتور محمد اتمنى ان الدكتور طري تشوي والقائمين على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر يكون صوتك وصل ليهم ونتمنى كل التوفيق لابنائنا طلبة السنوية العامة وكل النجاح لهم ونتمنى لمصرين العزيزة ان تنعم مرة اخرى بالتعليم السليم الذي يبني الدول يعني نرجع كده نفتكر بيت الشعر القديم اللي كان بيقول ايه العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يخفض بيوت العزي والكرمي واحنا بنتمنى لمصر ان هي ترتفع يعني فوق كل الدنيا نتمنى مصر اللي هي قد الدنيا تبقى قد الدنيا كلها مش هتبقى قد الدنيا بين غير التعليم من غير الانسان المتعلم لان احنا مهما نبني منشآت ومهما نعمل حاجات جميلة من غير انسان فاهم قيمة هذه الاشياء وفاهم يعني يستعملها ازاي ويتحضر مع التحضر الكبير للدولة بتقوم به لازم التعليم يا جماعة التعليم ده ملف مهم جدا واكيد ان شاء الله هيبقى لنا احاديث اخرى كثيرة قادمة حول تطوير التعليم في مصر اتمنى لكم كل دوام التوفيق والعافية تصبحوا على خير اراكم على خير صفوات العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة